بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمل تمامي اليوم بإذن الله سنبدأ موضوع جديد بعنوان صنع ورد بالورق لكن قبل أن أبدأ سأذكر بأداب الدراسة عن بعد التي يجب أن نتبعها أثناء الحصة وهي أجلس بشكل صحيح على الكرسي حيث نلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هي الجلسة الصحيحة التي يجب أن تجلسها أما الصورة التي باللون الأحمر هي جلسة خاطئة يجب أن تتجنب الجلوس بهذه الطريقة لأنها تؤذي عمودك الفقري أيضا من الآداب أني أستمع لتعليمات المعلمة عندما تبدأ بالشرح وأكون مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني وأدي العمل بطريقة صحيحة أتبع التعليمات بالتسلسل مقصود في الترتيب أو التدرج عندما تبدأ المعلمة شرح الخطوة الأولى أستمع جيدا ثم عندما تنتهي أبدأ بالتنفيذ وعندما أنتهي أنتظر المعلمة حتى تنتقل للخطوة الثانية وتبدأ بشرحها ثم بعد ذلك أبدأ بعملية التنفيذ أيضا أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة خاصة في بعض الخطوات التي تصعب عليك مثل الأدوات التي تعتبر خطيرة أو غير آمنة لاستخدامها لوحدك بإمكانك أن تطلب مساعدة ولي أمرك الذي يجلس بجانبك أخيرا أحافظ على نظافة المكان والملابس دائما نحرص على أن نظف الطاولة التي استخدمناها أثناء النشاط الفني ونعيد الأدوات المكانة الصحيح ونتخلص من الأدوات المستهلكة التي لم نعد بحاجة لها ونرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف كما كان هذا بالنسبة لأدابة الدراسة عن بعد نأتي لدرس اليوم اليوم بإذن الله سنتعلم صنع ورد باستخدام الورق الملو مثل هذه الصورة التي تشاهدونها الآن على الشاشة عبارة عن أوراق ملونة تم تشكيلها على شكل وردة إذن عندنا الهدف العام أن يصنع الطالب والطالبة ورد باستخدام الورق الملون عندنا الأهداف التدريسية أن يسمي الطالب والطالب الألوان المختلفة للأوراق طبعا اللي يختارها أيضا يعدد الأدوات التي سنحتاجها لصلع الوردة وفي الهدف الثلاثة والأخير هو أن ينفذ هذه الخطوات باستخدام الورق الملون طيب ما هي الأدوات اللي رح نحتاج لها رح نحتاج اللي هو مقص وصمغ أوراق ملونة قوالب على شكل دائرة وقلم رصاص ومسطرة طيب نشوف الخطوات عندي أول خطوة أقوم بوضع القالب الدائري على الورقة اللي اخترتها أي لون أصفر أحمر أخضر ما يهم للون أهم شيء أن أضع القالب فوق الورقة وأرسم دائرة أرسم دائرة مثل هذا القالب على الورقة بعدها أقوم بعملية قص الدائرة التي رسمتها على الورقة باستخدام المقص ثم بعد ذلك أرسم خطوط بشكل طولي على الورق باستخدام المسطرة والقلم لو تلاحظون هنا على الورقة خطوط مرسومة وبعد ذلك أستخدم فيها طبعا اللي هو القلم والمسطرة بعد ذلك أقوم بقص هذا الورق باتباع الخط اللي أنا رسمتها بشكل طولي أصبح عندي هذه القصصات بشكل طولي بعدها أضع الصمغ على الورق وأثنيه للداخل بهذا الشكل بعدها أضع الأوراق فوق بعضها بطريقة متقاطعة وأثبتها بالصمغ مثل هذا الشكل الذي يظهر على الشاشة باستخدام الصمغ عندما أنتهي بهذا الشكل النهائي أضع قطعة صغيرة اللي قصيتها في بداية الأمر على شكل دائرة في المنتصف ويصبح عندي شكل الوردة باستخدام الورق الملون طيب خلونا الآن نبدأ التطبيق العملي لنفس الخطوات في البداية رح أرسم اللي هو دائرة رح أختار اللون الأصفر هذا اللون الأصفر من الأوراق طبعا عندي مقاص عندي قوالب بحجام مختلفة وقلم ومسطرة هذا الورق الأصفر أختار قالب مناسب للحجم اللي أنا أريده طبعا عندي قالبين أنا رح أختار القالب الأصغر بهذا الحجم وأبدأ أرسم دائرة صغيرة باستخدام القلم الرصاص بعدها أبدأ بعملية قص هذه الدائرة اللي أنا رسمتها طبعا الحجم أنت تحدده بناء على حجم الوردة اللي أنت راح تصنعها ممكن أصغر ممكن أكبر الحجم هذه عند الدائرة قاربنا على الانتهاء من القص هذا هو الشكل الهندسي دائرة باللون الأصفر بالنسبة لشكل الوردة أنا اخترت اللي هي اللون الوردي حيث أني أمثل الأوراق باللون الوردي رح أستخدم القلم والمصطرار ليرسم خطوط بشكل طولي بهذا الشكل وأبدأ أخطط الورقة وأقصها بشكل طولي بحيث يصبح عندي مثل هذه القصصات اللي قصيتها قبل الحصة بهذا الشكل طيب بعدها رح أستخدم المقص وأبدأ أقص هذه الأوراق باتباع الخط اللي أنا رسمتها بالقلم الرصاص حتى يصبح عندي خطوط طولية من الورق الوردي اللي أنا اخترتها طبعا ليس شرطا تختار نفس اللون بإمكانك تختار أي لون تحبه وتفضله أحمر أخضر أزرق أنا اخترت اللون الوردي الآن أصبح عندي مجموعة من القصصات الورقية أكتفي بهذه وأبدأ الحين بعملية اللي هو ثني هذه القصصات إلى المنتصف يعني من الجهتين لاحظوا الآن عندي هذا هي أثنيها أو أطويها حتى المنتصف بهذا الشكل طبعا رح أثبتها هنا بالصمغ صمغ الرول أضع قليل في المنتصف ثم أبدأ بثاني الأوراق حتى المنتصف طبعا لاحظوا وأنا أقص يكون الحجم القصصات حجم واحد حجم واحد لاحظوا الآن كيف أصبح شكلها نفس الشيء رح أستمر في بقية القصصات الورقية أضع الصمغ في المنتصف ثم أثني الورق حتى المنتصف حتى يمثل لي اللي هي شكل أوراق الوردة هذه الورقة الثانية وأستمر عندي الآن متبقي مجموعة من الأوراق نفس الطريقة أستخدم أضع الصمغ وأثنيها حتى المنتصف ولابد أن يكون حجم هذه القصصات بحجم واحد لأنني سأضعها فوق بعض لا بد أن يكون حجمها متساوي أيذن الورقة الأخرى بنفس الطريقة وأضع الصمغ وبعدها أطوي الورقة بهذا الشكل بعدها أبدأ أثبت هذه الأوراق فوق بعضها البعض بهذا الشكل أنا ثبت مجموعة وأستمر في التثبيت مع بقية الأوراق أضع الصمغ في المنتصف وأبدأ أثبت بقية الأوراق اللي أنا عملتها وأشوف إذا أنا أحتاج زيادة أو لا أيضا أضع الصمغ في المنتصف وأكمل بوضع الأوراق بهذا الشكل لاحظوا الآن أصبح عندي تقريبا شكل الوردة تبقى عندي الدائرة اللي قصيتها على الشكل الهندسي دائرة باللون الأصفر سأستخدم الآن الصمغ وأضعه أيضا في المنتصف لتمثل شكل الوردة بشكلها النهائي الآن بإمكاني حتى أزيد الأوراق لكن هذا الشكل النهائي للوردة باستخدام اللي هو الورق الملون استخدمنا فيها اللون الوردي واللون الأصفر من خلال استخدام قالب دائري قصينا فيه الدائري اللي باللون الأصفر والورق الوردي اللي هو قصيناه بشكل طولي باستخدام القلم الرصاص والمصطرة حتى تمثل لنا شكل الورد هذا هو درسنا لليوم الآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر أنك تعمم المهارة في المنزل مع ابنك وابنتك وتقوم بعمل النمذجة حيث تؤدي الخطوات أمام الطالب والطالبة حتى يعرف ما هو مطلوب منه ويؤدي الأمل بطريقة صحيحة أيضا تقدم للمساعدة التي يحتاجها سواء المساعدة الجسدية أو لفظية أو بعض الطلاب والطالبات يحتاج فقط إيماءات أو تلميحات حتى يقوم بأداء الأمل بطريقة صحيحة وتدرج في تقديم المساعدة حتى يعتمد الطالب على نفسه مهم جدا أيضا أملية التغذية الراجعة وتقديم عبارات التحفيز والثناء حتى يشعر الطالب الثقة والنجاح هذا هو درسنا اليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد وممتع لكم أراكم بإذن الله في الحصة القادمة كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر